المقدرة الشرائية ونحكيه على الأشخاص الطبيعيين بالأسس أحنا بكل أسف القرار متاع السياسة الجبائية متاعنا اللي هي في حاجة إلى إصلاح ما هيش بدينا نقولها بكل أسف علاش؟ لأنه تونس انخرطت فيه برنامج الإصلاحات الهيكلية متاع صندوق النقد الدولي وبالتالي أصبحت السياسة الجبائية توظف هذه الإملاءات بقطع النظر عن تأثيراتها السلبية اللي ترحها يعني الأستاذ العجبوني وبالتالي اليوم بكل أسف القرار يعني اللي حللته يعني هذك المنطقي من المفروض كل دولة باشتعدي قدرة تنافسية أكثر للمنتوج وللمؤسسات تحتها أريحية كوني تضغط على الضغط الجبائي وتعدي يعني كيف كيف حتى الإجراءات ما هيش مبسطة يعني اليوم حتى اللي بش يعمل للجباية متاعه ما هيش مبسطة يعني ثم يعني معقدة جدا وبالتالي أنا شو نقول صحيح دور السياسة الجبائية في العدلة الاجتماعية دور يعني كبير ولكن هل أن الدورة التونسية اليوم الحكومات قادرة على توظيف هذا المفهوم من أجل إرساء العدلة الاجتماعية أبدا علش لأنه اليوم التفيا وهي يعني الأداء على القيمة المضافة لأصحة يعني غير منصفة وعليه جيت الأداء على قيمة المضافة جيت بعد تحرير يعني مبادلات التجارية يعني قبل ألف وتسعمائة وتسعين وتعويض المعاليم الجمروجية اللي كانت ميزانية الدولة جيبها من عمليات التوريد ويعني خليت جيب المواطن هو اللي يمول ميزانية الدولة وتعويض المعاليم الجمروجية من خلال الأداء على القيمة المضافة ونعرف قيمة الأداء على القيمة المضافة في كل يعني المجالات وخليني ناخد مثال يعني اللي المواطن يحسوا اللي هي فاتورة الكهرباء يعني أنت كتقرأ اليوم فاتورة الكهرباء تلقى توصل يعني الأداءات الأداء على القيمة المضافة مرتفع جدا اليوم 19% كل ما يجي قانون مالية تكميلي إلا ويرفع لدينا دراجات الأداء القيمة المضافة كل ما يجي 19% إذن هل أن الدولة التونسية قادرة اليوم هل قرارها في يدها اليوم من أجل توظيف السياسة الجبائية من أجل دعم القدرة التنافسية للمنتوج التونسي وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية لن يفهمك كيف تكون إيراء أنه مثلا التجيعات الجبائية والمالية